بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله أبناءنا الطلبة سنبدأ في الدرس الأول من الوحدة الثانية لطلبة توجيه الأدبي ونبدأ بقاعدة السلسلة قاعدة السلسلة تتكلم ولها أكثر منصورة عن تركيب اقترانيين يعني اقتران داخل اقتران مثلا هنا F بعد G للإكس هو يساوي F لجيل إكس عشان أشتق F لجيل إكس بشتق أول إشي الخارجي F' لجيل إكس في مشتقة الداخلي وأقرب مثال عليها لما يعطيني زي هيك اقتران أس عدد سنشرح إن شاء الله بالتفصيل بإذن الله تعالى لما يعطيني اقتران أس عدد كما نشاهد بهذا الشكل نعطيكم إياها كقاعدة ونرجو إن الجميع يكون فاهمها إن شاء الله إذا كان عندي Y يساوي بين قسين F' عشان أشتق رمز الإشتقاق عندي رمزين إما DY عدي X واللي هي نفسها Y' نفسها هاي الإشارة يعني كل الرمزين هذول هما رموز للمشتقة عشان أشتق اقتران هكذا بنزل الإن قدام القوس بعدين يبقى الإقتران كما هو بعدين أس إن ناقص واحد تمام وأضرب في مشتقة الداخلي في مشتقة الداخلي هاي هي القاعدة لأحد أوجه قاعدة السلسلة أحد صور قاعدة السلسلة هاي تعتبر اسمها قاعدة السلسلة بنطبق عليها المثال اللي أمامكم يلا بنشوف بنقول رمز المشتقة يساوي بنزل الثلاث نفتح قوس الاقتران كما هو بنسكر القوس الثلاث بنقص منها واحد بتصير اثنين ضرب مشتقة الداخلي اللي هو اثنين اكس مشتقة الاكس تربيع اثنين اكس والواحد طبعا مشتقته صفر نقدر نزبطها لأنه ممكن تكون ضع دائرة ويكون الإجابة مبسطة نضرب اثنين في ثلاث بيطلع ستة والاكس نقدر نحطها قدام القوس كمان ستة اكس في اكس تربيع زائد واحد كله تربيع لو بده مثلا عند عدد معين بنعوض فيه اذا هاي هي القاعدة اقتران قوة عدد بنزل العدد الأوس يصير ينقص واحد بعدين نضرب في مشتقة الداخلي اما الجذر اخذنا له قاعدة المرة الماضية قاعدة الجذر شو قال الجذر التربيعي وليس كل جذر طبعا نقدر احنا هاي بنحلها نحولها اس نص ونحلها على القاعدة اللي قبل شوي لكن في قاعدة اسرع للجذر لما يكون واي يساوي جذر اف في الاكس اشي داخل الجذر والجذر تربيعي فقط فان المشتقة تساوي مشتقة اللي بداخل الجذر فرايم للأكس على اثنين في نفس الجذر على اثنين في جذر اف الاكس تمام هاي ايضا قاعدة رئيسية من قواعد الاشتقاق يسموها مشتقة الجذر اكتب لكم اياها بالحروف مشتقة ما بداخل الجذر على اثنين ضرب الجذر نفسه تمام بدنا نروح نطبق المثال اللي انتوا شايفينه وبنطبق عليها هذه القاعدة بنقول المشتقة تساوي مشتقة ما بداخل الجذر فوق على اثنين في نفس الجذر كيف يعني اثنين في نفس الجذر اثنين ومضروبه بالجذر اللي هو اربعة ناقص ثلاثة اكس طيب هذا اثنين في نفسه شو مشتقة اللي بداخل الجذر مشتقة الاربعة صفر وسالب ثلاثة اكس مشتقتها معامل اكس اللي هو سالب ثلاث هيك اكون اشتقيت هاي القاعدة اذا لغاية الان اخذنا قاعدتين مشتقة الجذر ومشتقة اقتران اس عدد تمام اقتران اس عدد كيف اشتقها بينزل العدد بعدين الاختران نفسه في العدد ناقص واحد في مشتقة الاقتران مشتقة الداخلي تمام يلا بنطبق ها ناخذ هذا اللون الاخضر يلا ايش مشتقة هاي على القاعدة اللي ثونة كتبناها نحط اي رمز بدكوا ياخذ لنستعمل هذا اليوم dy على dx يعني مشتق يسع تنزل الاربعة لاحظوا كيف الاربعة نزلة الاقتران كما هو اس الاربعة تنقص واحد وصير ثلاث في مشتقة الداخلي مشتقة اكس تربيع اثنين اكس واللي السالب اثنين مشتقتها صفر طيب نقدر نزبطها اكثر يعني واي برايم نستطيع استعمال هذا الرمز ايضا اثنين في اربعة ثمانية في اكس في القوس زي ما هو اس ثلاث اللي هو اكس تربيع ناقص اثنين هاي القاعدة اللي اشتغلنا عليها المثال الاول اما الان بدي انا احل على القاعدة الجذر قلنا المشتقة تساوي مشتقة اللي بداخل الجذر ثلاثة اكس تربيع منين جبتها مشتقة اكس تكعيب ومشتقة اربعة اكس اربعة هذا وش اللي كتبته فوق مشتقة اللي بداخل الجذر على اثنين في نفس الجذر طيب يا استاذ افرض الجذر ما كان افرض الجذر ما كان تربيعي يعني زي هيك y يساوي الجذر التكعيبي لا اكس كيف بشتق وهذا هون ما ينفع القاعدة اللي اشتغلنا عليها هاي هاي خاصة بالجذر التربيعي هون بدك تحول الجذر الى اوس فبصير زي هيك اكس اوس هون عندك واحد على ثلاث حولت بس ما اشتقيت لسه ما اشتقيت حولت واحد على ثلاث طيب كيف اشتق ينزل الواحد على ثلاث في اكس اوس واحد على ثلاث ناقص واحد واحد على ثلاث ناقص واحد ديروا بالك هون بدي اوحد مقامات بدي اسوي الواحد هاي ثلاث على ثلاث عشان اوحد المقامات فبصير واحد ناقص ثلاث بتصير سالب اثنين على ثلاث اذا بتصير اكس اوس سالب اثنين على ثلاث ونقدر ننزلها تحت زي واحد على ثلاث تحت من اول اكس اوس اثنين على ثلاث ونقدر نرجعها جذر زي واحد على ثلاث في الجذر التكعيبي لا اكس تربية يعني بالمختصر انه الجذر التكعيبي ما بينفعوا القاعدة اللي ذكرناها قبل شوية هاي قاعدة عدد قوة اقترام شرحناها ببساطة طيب الآن مثال اثنين احنا خلصنا من مثال واحد وتحقق فهم واحد طيب مثال اثنين بيقول بده المشتقة بس عند رقم عند اكس يساوي واحد هون يعني بمعنى بتروح تشتق وبعدين شو بتعمل تعوض الواحد يال المشتقة تساوي بنزل الثلاث اثنين اكس قوة اربعة ناقص اكس الاقترام زي ما هو اثنين ثلاث اثنين الآن شو بيظل اثنين في مشتقة الداخلي كديش مشتقة الداخلي هون بصير اربعة في اثنين ثمانية اكس تكعيب بدل اربعة في اثنين ثمانية والأس اربعة صارت اس ثلاث ناقص مشتقة الاكس واحد هذا الشو اللي كتبته على اليمين مشتقة الداخلي طه الآن بنعوض الواحد اف برايم للواحد تساوي ثلاثة في اثنين في واحد اس اربعة ناقص واحد كل تربية في ثمانية في واحد اس ثلاث ناقص واحد نحسن اول داخل الالقواس والاسس شوفوا القوس الاول الشعطاني واحد اس اربعة بيعطي واحد في اثنين 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 ناقص واحد بتصفي واحد لاحظوا كيف حسبتها الاولوية من وين بديت من الاس ثم الضرب ثم الطرع حسبت قيمة القوس كله طلع واحد واحد تربيع بواحد ضرب ثلاث ثلاث ضرب هون واحد تكعيب لاحظوا على التكعيب واحد في ثمانية ثمانية ناقص واحد سبعة ثلاث ضرب سبعة ويساوي واحد وعشرين تمام ممكن انتو تشوفوا بالكتاب خطوات طويلة وكذا لا تعلموا هاي الطريقة اسرع واحسن حتى هاي حلها بالكتاب محلولة عندكم بالكتاب لكن بخطوات طويلة بدنا نحن نتعلم بسهولة ويسر وامور سليمة ان شاء الله يال بدي اشتاق وبعد هنا عوض ثنين يال المشتقة بتساوي شو حكينا مشتقة اللي بداخل الجذر على ثنين في نفس الجذر هاي ثنين في نفس الجذر ومشتقة اللي بداخل الجذر ثلاثة اكس تربيع تمام يال بدي اعوض اثنين عوضوا معي حسبوا على طول اثنين تربيع اربعة ضرب ثلاث اثنين في جذر الاس بعدين الجمع اثنين تكعيب ثمانية زائد واحد تسعة ويساوي اثناش علم الجذر بعدين الضرب لانه الجذر يعتبر اس جذر التسعة ثلاث ثلاث في اثنين ست اثناش تقسيم ستة يساوي اثنين اذا قيمة المشتقة عند الاثنين تساوي اثنين هذا الجذر اللي ما ينفع معه القاعدة تاعة الجذر هذا بدنا نحاوله كيف نحاوله نقول اثنين على ثلاث هذا هو وي بعد ما انا حولته هذا الصورة نفسها بل لكن حولته لانه ما بيزبط عليه لانه جذر تكعيبي لان المشتقة بتساوي بنطبق عليه القاعدة الاولى تاعة اقتران اس عدد بينزل اثنين عثلاث في الاقتران نفسه اس اثنين عثلاث ناقص واحد والواحد ثلاث عثلاث بصف سالب واحد عثلاث تمام اذا هاي بدنا نعرف ونتعلم او بمعنى الطالب اللي سريع اللي قرفان هيك الاشياء بيقول اثنين ناقص ثلاث سالب واحد عثلاث على طول اثنين ناقص ثلاث سالب واحد على ثلاث في مشتقة الداخلي اثنين اكس تمام لان السالب واحد عثلاث بتنزل تحت يعني بنرتب الشو بيظل فوق وشو بيظل تحت يظل فوق اثنين هاي واثنين هاي صاروا اربعة مضروبين والاكس بيظل فوق واللي تحت عندك الثلاث القديمة وبينزل هذا كله اكس تربيع ناقص واحد بيصير اس ثلث شو يعني اس ثلث يعني الجذر التكعيبي يعني بتساوي اربعة اكس على ثلاث في الجذر التكعيبي لا اكس تربية ناقص واحد لان شو بدي اعمل بدي اعوض سالب اثنين ف برايم للسالب اثنين لأنه طالب هو عند السالب اثنين صح ولا لا بنعوض يلا يسهل اربعة في سالب اثنين على ثلاثة في الجذر التكعيبي لسالب اثنين تربية ناقص واحد وبيصفي عندي زي هك فوق سالب اثناش على فوق سالب ثمانية اربعة في سالب اثنين سالب ثمانية على ثلاث في الجذر التكعيبي هون بتصير اربعة موجة ناقص واحد ثلاث الجذر التكعيبي ترى ما لو قيم الجذر التكعيبي للثلاث فبتظل زي هك له قيمة بس كسر عشري تحقق من فهمي يلا ان شاء الله لان كلكم شاطرين توقفوا الفيديو تروحوا تحاولوا ارجو الجميع كل يوقف الفيديو وبيحل وبعدين يرجع يشوف حلو اذا المشتقة قلنا وقف الفيديو يا محترام بينزل الخمسة في اكس قوة اربعة زائد واحد اس اربعة ضرب مشتقة الداخلي مشتقة الداخلي اربعة اكس تكعيب الان بنعوض الواحد الف برايم للواحد تساوي خمسة في واحد اس اربعة واحد سائد واحد اثنين اثنين اس اربعة اثنين في اثنين في اثنين في اثنين ستعاش ضرب اربعة في واحد تكعيب واحد ويساوي خمسة في ستعاش ثمانين ثمانين في اربعة ثلاثمائة وعشرين ها ينفع عليها قاعدة الجذر السريعة المشتقة بتساوي مشتقة اللي بداخل الجذر غير اللون مشتقة اللي بداخل الجذر اثنين اكس زائد ثلاث على اثنين في نفس الجذر تماهم الآن بدنا نعوض بدنا المشتقة لما اكس يساوي اثنين يلا نعوض فوق شو بيصير عندي اثنين في اثنين اربعة زائد ثلاث سبع تحت بيظل اثنين في جذر يلا عوض اثنين اثنين تربيع اربعة ثلاثة في اثنين ستة اربعة زائد ستة عشر زائد اثنين وطمع عشر تمام ممكن يبسطوها او تقدر تبسطها بالآلة الحاسبة جذرة 12 بيصير اثنين جذرة ثلاث لانه هاي بيصير اربعة في ثلاث وجذرة الاربعة بيعطي اثنين اثنين في اثنين بتصير اربعة يعني هاي لو بسطت على الآلة الحاسبة بتصير سبعة على اربعة جذرة الثلاث يلا واشي قلنا بنحول بعدين نشتاق ما ينفعلها قاعدة الجذر هاي تصير زي هيك كل اللي بالداخل زي ما هو أس الأس الداخلي على الخارجي خمسة على أربعة تم نجي نشتاق يساق بنزل الخمسة على أربعة في الاقتران زي ما هو الأستاذ قال لنا لا توحد مقاماته لعكيفك اطرح خمسة ناقص أربعة فيها واحد على أربعة المقام هو نفسه أربعة بس منين جبت الواحد خمسة ناقص أربعة في مشتقة الداخلي اثنين اكس تربيع مشتقتها أربعة اكس والسبعة مشتقتها صفر تمام في عندي اختصارات الأربعة هاي تروح مع الأربعة هاي بصير تمام وبصفي المعادلة أو المشتقة خمسة خمسة في الاكس هاي اللي برا وهذا بدي أحوله للجذر الرابع لاثنين اكس تربيع ناقص سبع الجذر الرابع يعني ايش اللي أضربه بنفسه أربع مرات تمام هذا الجذر الرابع بده يغلبنا ناشي يبين عند الاكس جذر الرابع ويساوي الآن بدي أعوض مين بدي أعوض أربعة يلا خمسة في أربعة عشرين مضروبة في الجذر الرابع يلا شو بنعوض احنا أربعة اثنين تربيع أربعة تربيع ستاش ستاش في اثنين اثنين وثلاثين اثنين وثلاثين ناقص سبعة خمسة وعشرين ديروا بالكو مش جذر تربيعي حتى نقول خمسة هذا الجذر الرابع يبقى كما هو لأنه ما في عدد أضربه بنفسه أربع مرات يعطيني خمسة وعشرين توقف هنا ومن مصفذ العديد أضربه بنفسه